حيثما وليت وجهك في العراق ثمت أزمة ومعضلة وكأن نقمة حلت على بلاد الرافدين تقيم ما أقام حكام العراق الجدد ومن قدم بعد الاحتلال تدور عجلة المشاكل في العراق من أمني وسياسي واقتصادي وخدمي وتتحن تحتها وعود الإصلاح والإعمار وتنثر ما تبقى من حفنة آمال لمعالجة الواقع المعتل في العراق فتراه يتذيل قائمة الدول الأكثر أمنا مرة أو بالمدن الصالحة للعيش مرة ويتصدر قوائم أخرى كعلى الدول بمؤشر الفساد المالي والإداري في الحكومة برقم فضائي تجاوز الألف مليار دولار على مدى 15 عاما اعتلى العراق قائمة الدول الأكثر فسادا بحسب تقرير استقصائي لمنظمة الشفافية الدولية إذ لم يحصل إلا على 18 نقطة في مؤشر الفساد الداخلي ويدرج معيار الفساد الدولي 180 دولة في العالم تمنح كل واحدة منها درجات تعبر عن مفهوم الفساد في القطاع الحكومي وضمت الدول الاثنى عشرة الأكثر فسادا عدة دول عربية وأقليمية إلى جانب العراق وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان وأخيرا الصومال ويتزمن هذا الإنجاز لحكومات ما بعد الاحتلال مع تشكيل الحكومة الجديدة التي اتهم وزراؤها بالتورط بملفات فساد مالي وإداري وممارسة الأنشطة المسلحة حيث يصف مراقبون ما يجري من حوارات على الوزارات المتبقية بأنه تحالف بين المال والسلاح يتسلل إلى الحكومة برضى من يدعي محاربة الفساد وعندما يكون المستوى قد تجاوز حد المعقول يخرج أحدهم من السرب مغردا بشيء من الواقع المر فيقول زعيم اتلاث الوطنية عياد علاوي إن الفساد والفاسدين أصبحوا قاعدة في العراق وهو نتيجة طبيعية للطائفية السياسية القائمة على التهميش والإقصاء مؤكدا أن البرلمان الجديد لا يمكن التعويل عليه في مكافحة الفساد الذي انتشر وتغلغل في مفاصل مهمة في الدولة